تذكر فقط بالأخبار العاجلة مراسل التلفزيون العربي يقول خمسة انفجارات على الأقل في منطقة مرج بن عامر بعد دوي صفارات الإنذار خمسة انفجارات على الأقل في منطقة مرج بن عامر بعد دوي صفارات الإنذار ما تزال ما زلنا نسمع صفارات الإنذار تدوي في عدد من المناطق في هذا المرجع الذي يضم عدد من المؤسسات الاستراتيجية المهمة منها قاعدة رامات دافيد الجوية وحتى الآن لا تبدو أهداف هذه الصواريخ التي سقطت في مرج ابن عامر واضحة حتى الآن لكن سمعت خمسة انفجارات على الأقل في هذا المرج ويقول الإسعافة الإسرائيلية أنه تلقى بلاغات بسقوط صواريخ تلقى بلاغات بسقوط صواريخ في هذه المنطقة هذه رشقات صاروخية رشقتان على الأقل خلال الدقائق الماضية في هذا الوقت المتأخر من الليل من قبل حزب الله